بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنرالات صهاينا جيشنا يتداعى وضباطنا يهربون من الخدمة لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية كشفت اوساط عسكرية في جيش الاحتلال الصهيوني ما اعتبرته صورة قاتمة عن وضع جيش الاحتلال من الداخل من حيث التدهور الشديد في جاهزيته في ضوء جملة من القرارات التي اتخذتها قيادته في السنوات الاخيرة وتسببت بهذا التراجع غير المسبوق في كفاءته التأهلية من حيث تراجع كفاءة الجنود وانخفاض الحافز للخدمة العسكرية بشكل دائم الجنرال يستحق بريك قائد الكليات العسكرية الاسبق للصهاينا قال انه وضع يده على اهم القرارات التي خلقت فجوات لا يمكن سدها بين القوات العاملة ومنها تقصير مدة الخدمة العسكرية ومدة التدريب ما اسفر عن ضحالة مهينة ونقص عدد الجنود في القوات القتالية ومواقع الدعم القتالي فضلا عن انعدام الامن الوظيفي عقب طرد الجيش لمعظم الضباط لاسباب ادارية غير مقنعة ما تسبب باضرار لا تحصى وما زالت تتعمق حتى يومنا هذا واضاف في مقال نشره موقع ميديا وترجمته عرب 21 ان الضباط الجنود لم يعودوا مستعدين للخدمة في صفوف جيش الاحتلال لفترة طويلة بل قرروا العودة لبيوتهم وهذا له تداعيات خطيرة في فقدان الحافز ما يؤدي لتدهور سريع بجاهزية الجيش بدليل ان المعطيات المالية تفيد بان وضع الجنود سيء للغاية والنتيجة هروب الضباط النوعيين ما وجه ضربة قاتلة نوعية لأفراد في الجيش في حين وصل قادة الجيش الكبار رمي التراب في عيون المستوى السياسي والجمهور من خلال العروض الكاذبة المقدمة لمجلس الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية والامن الصهيوني ونقل عن رئيس شعبة الافراد السابق اتمار انه بحلول 2026 ستفقد القوات الجوية 55% من خبرتها المهنية اي ان الضرر طويل الامد سيتجلى في اهم مورد وهو القوى البشرية بمن فيهم ميكانيكو الطائرات ومراقب وحدات التحكم وفني الانظمة الخاصة ومخطط المهام واعمارهم بين 35 و 45 عاما ولا يمكن الاستغناء عنهم وبحلول 2025 سيغادر نصفهم ويتركون خلفهم عديم الخبرة ما يعني وصول سلاح الجو الصهيوني لمستوى من الضعف ونقص في الطاقم لم نشهدها من قبل وزعم بريك ان الظاهرة التي تحدث عنها موجودة في جميع الفروع الاخرى للجيش وليس فقط بسلاح الجو ما يكشف ان القرارات غير الصحيحة التي اتخذها قادة الجيش الصهيوني اسفرت عن اخطاء واضرار جسيمة ما يتسبب في نمو كرة الثلج والتي في طريقها الى الهاوية وهو ما كشفه مدقق حسابات الجيش الصهيوني الان هراري الذي اكد ان الثغر الرئيسي في العنصر البشري للجيش تمثل ضررا كبيرا لجودة القيادة في الجيش تتمثل بفقدان ثقة الجنود بالجيش وتصدع ايمانهم بقدرته على الحفاظ عليهم وعدم اليقين بشأن استمرار خدمتهم ولذلك تراجعت قناعتهم بوجودهم فيها فترة طويلة ليست المرة الاولى التي تصدر فيها تحذيرات صهيونية عن تراجع قدرات الجيش وضعف تأهيله رغم ان العديد من المواجهات العسكرية الاخيرة خاصة في قطاع غزة كشفت عن هذه الصورة القاتمة امام المقاومين الفلسطينيين لا سيما في المواجهات البرية وجها لوجه ومن مسافة صفر في حين ان خوض معارك عسكرية اكبر حجما في جابهات اشد قد تكشف عن مزيد من الثغرات القاتلة في جيش الاحتلال الذي كان يوصف بانه لا يقهر قبل عقود نسأل الله عز وجل ان ينصر الاسلام والمسلمين وان يهزم الصهيين المحتلين في الختام ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا